تصاعد وطيرة الخلاب بين الكتالة النيابية داخل أروقة البرلمان حول ملء منصب رئيس البرلمان الشاغر ألقى بظلال على حوارات القوى السياسية الخاصة بالملف الجدلي فبينما يؤكد الإطار التنسيقي قرب حسم الجدل حول بديل الحلبوسي تتعثر القوى السنية صاحبة الاستحقاق السياسي الخاص برئاسة المجلس التشريعية تصاعد حدة الجدل الذي كاد أن يصل إلى مستوى الشجار بين بعض الأعطاء تحت قبة البرلمان في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السابقة بدأت الأطراف السياسية تبحث مجددا عن مخرج آمن للأزمة التي قد يطول وقت حلها وذلك عن طريق طرح مرشح تسوية خلال الأيام المقبلة مضي بهذا التكريف لمجلس النواب في اختيار رئيس له لا بد أن يتأخر قليلا بانتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن المقدم من كتلة تقدم التي تريد اليوم إبطال الإجراءات في الجلسة وهي قد تكون محاولة منها لطرح أسماء جديدة غير اسم النائب شعلان الكريم أعتبر أنها تنظر له كاستحقاق لهذه الكتلة ورفض اليوم آمنة مجلس النواب وما جرى اليوم من ظهور لأحداث ومديوات أحرجت الكتلة السياسية التي صوتت له وأحرجت مجلس النواب وبعد تبادل الاتهامات بين الأقطاب السياسية إزاء المرشحين للمنصب أخذ المشهد يميل نحو التعقيد تدريجيا في وقت يرجح مراقبون أن تطويق الأزمة واحتوائها عبر البحث عن خيارات توافقية مرضية بالحد الأدنى للفرقاء الإصرار والتمسك بالآراء والذهاب إلى المحاكم هذا سيجعل من قضية البديل الحلبوسي معقدة وربما بعيدة عن الحل لأن التهم اليوم بدأت تظهر على الإعلام تهم كبيرة رشاة مئة ألف دولار تاهو وبعض الأشياء هذه تجعل اليوم البرلمان أمام تساؤل كبير أنه كيف نثق بأعلى سلطة تشريعية إذا كانت الأمور تدار بهذا الشيء ويسود الاعتقاد بأن الاتفاق على حسم ملف انتخاب الرئيس سيأخذ وقتا طويلا في ظل غياب مرشح التسوية لإرضاء جميع الأطراف السياسية المنقسمة على نفسها من العصمة بغداد فقار فاضل الرابعة